بعد التطورات العسكرية والميدانية التي شهدها العراق أخيرا بدأت القوات العراقية باستعادة معنوياتها وتموضيعها الميداني في ظل التقدم الذي تحقق في أكثر من مكان في مواجهة داعش والمجموعات المسلحة المتحالفة معه في ديالا ونينوى والأنبار سياسيا تزمن خطاب المالك في القادة العسكريين العراقيين بسامراء مع رفض دولي وأقليمية لتمدد الإرهاب بالمنطقة وسط مخاوف من تدعيات الوضع العراقي على المشهد الدولي المأزوم عقب إطلاق رئيس الوزراء العراقي نوري المالك من سامراء عملية تطهير المدن العراقية من تنظيم داعش كثف الجيش العراقي من عملياته على أكثر من جبهة والتقى المالك عدد من القادة العسكريين مؤكدا أن القوات العراقية لا تزال متماسكة وما هي إلا ساعات ستصلكم جموع المتطوعين التي تسحق داعش ومن كان خلف داعش ومن عمل هذه المكيدة ومن أصدر أوامر بالانسحاب ومن روج للخذلان والتخاذل تحضروا تجهزوا لأننا من هنا نبدأ ومن هنا تكون البداية الكريمة الموفقة إن شاء الله من جنب الإمامين العسكريين لكي نصل إلى كل شبر من أرض العراق الطاهر التي دنستها أقدام هؤلاء الخوانة والمجرمين في غضون ذلك طرد الجيش بالتعاون مع مسلحي عشائر الظلوعية عناصر داعش من الإسحاق جنوبي سامورا ومن ناحية المعتصم في صلاح الدين وفق ما أفاد به الفريق الركن صباح الفتلاوي قائد عملية سامورا بدورها أكدت شرطة صلاح الدين سيطرة القوات العراقية على الناحية مشيرة إلى أن الجيش سيطر أيضا على الطريق الرئيسي بين بغداد وسامورا وجاءت هذه التطورات بعد تمكن الشرطة المحلية بمساعدة السكان من طرد مسلح داعش من ناحية الظلوعية وفي وقت سابق اليوم أعلن الضابط في الجيش بسامورا أن الجيش يستعد للتحرك باتجاه تكريت وذكر التلفزيون العراقي أن 200 مسلح قتلوا في بيجي ونحو 300 في محافظة صلاح الدين والأنبار والديالا وأفادت تقرير محلية في الموصل عن تمكن الجيش العراقي من قتل أبو قتاد الموصلي قائد كتائب ثورة العشرين التي تسيطر على حي الرسول في الأثناء قتل تنظيم داعش 12 عالي مدينة أمام جامع الإسراف الموصل بعد رفضهم مبايعته ويأتي ذلك بعد إعلان التنظيم عبر مكبرات الصوت في مساجد المدينة عن ذلك من جانب آخر أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تدمير مقر لقياديين بداعش وحزب البعث ومقتل قادة الميدانيين في تكريت وعلى الحدود العراقية السورية سيطرت وحدات الحماية الكردية إلى جانب البيشماركا وبالتنسيق مع قبائل شمر على معبر ربيع العراقي من الجانبين نافية أي سيطرة لداعش عليه كما كثفت الوحدات الكردية انتشارها في مدينة العربية ومعبرها وبالتوازي تمكنت البيشماركا من السيطرة على مقر قياة الجيش قرب كاركوك بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين بالتزامن مع اشتباكات في محيط كاركوك مع مسلحي داعش ترجمة نانسي قنقر